طبعا أنت كمان تتكلم عن الحكمة مش بس الحكمة اللي هو فن التواصل وأنا بشوف حتى أغلب مشاكل المشاكل الأسرية هي بعدم التواصل الصحيح سواء بين الزوجين أو الأزواج مع الأولاد كيف تتعاملي مع هذا الموضوع هذا الفن التواصل هو اسمه فن حقيقة بدنا نتعلمه هي عملية، التواصل، هذه العملية بدنا نتعلمها بدنا نحطها أول شي بدنا نعطي وقت لنقدر نتواصل بدنا نعطي وقت ما فينا نتواصل على الماشي بدنا نحط وقت بدنا نفهم الآخر شو بدنا الرسالة اللي نحنا بدنا نعطيها للآخر بدتكون واضحة بدتكون واضحة مش ملتبسة يعني لازم كون أنا واضحة بالإشياء اللي بعلمها لأولادي وهن بس يعطوني أي رسالة لازم اسمعها بوضوح وشوف شو فيه وراها لأنه مرات بيبقى الولد عم يعطيك الرسالة يمكن بحركاته يمكن بتعصيبه وما بيكون عم يحكي طب أنت كأم هون شو دورك؟ بدك تفهم يا عم ليه ابن معصب؟ شو صاير معه؟ فيش يصار بالمدرسة؟ يعني الأم بدتكون واعية، بدتكون ملمة بهالأمور إذا ما كانت ملمة فأدي التواصل وكل واحد رح بمنحه إحنا لما بنتكلم عن الأم طبعا فيه أنواع كتير من الأمهات فيه كتير من اللي بيشاهدونا أرامل فيه أمهات اللي فشلوا يعني في الحياة، في التربية، في العلاقة الزوجية فيه أمهات بيصلوا من أجل أنه ربنا يعطيهم أطفال فيه أمهات يعني أو ستات عندهم روح الأمومة يعني بتشوف حتى لو ما عندها أولاد لكن واضح للكل أمام الجميع أنه عندها روح ربانية حلوة جميلة في داخلها اللي بتتعامل مع الأطفال كأم وهي ما عندهاش يعني هل بتمر في هاي الوضعيات يعني كخادمة؟ طبيعي طبيعي، هي الأم مش بس اللي بتولد الولاد مش هيدة هي الأم بس فيه أمهات مثل ما قلت حضرتك هن أمهات عندهم هيدة الكباسيتي يقدروا يهتموا بالأولاد ويساعدوا الآخرين فطبعاً الام مش بس اللي بتولد لك الام هي اللي بتعتني الام يلي بتشوف الحاجة وبتعرف تسدها الام هي يلي بتكون قلبها كبير وواسع يلي عندها تضحية يلي عندها محبة غير محدودة هاي الأم، فإذا ست أرملة مثلاً وعندها ضغطات كتيرة هون الوضع مختلف هون الوضع أصغب أرملة بيكون عندها أولاد كتير وعندها أولاد كتير هون الوضع أصعب هي بحاجة أكتر أنا بقول كمان بحاجة أنه تقعد مع الرب أكتر حتى الرب تفضي هي لأنه هي ما عندها حدا يسمعها هي ما عندها حدا سند فهي بحاجة تقعد مع الرب تحط المشاكل قدامه وتكون مع أولادها هي الأم يلي تقدر تقف حده طبعاً وضعها أصعب لكن الربنا هو السند هو اللي بيقف حدنا يلي بيقوينا بهيك مرحلة وطبعاً في أمهات فشلوا بالتربية أنا بقول لها والأمهات اطلبوا معوني، اطلبوا مشهورة مش غلط في أشخاص كتير ممكن يساعدوكم بهذا الأمر حتى ما نخسر أولادنا لأنه لحقنا وخسرنا أولادنا بتصير صعبة كتير وأنه الله هو إله البدايات الجديدة يعني ممكن اليوم تبتدي في علاقة مع الربك علاقة جديدة والله هو اللي بيساعدك وبيعطيك النعمة والقوة أنه تستمر طبعاً هو الدعم هو الملجأ هو يلي بيهتم بيقول لك حتى لو المردعات نسيت أولادها أما أنا فلا أنساكي يقول الرب فممكن الأم مرة تنسى أولادها لكن الرب بينسينا فخلينا نايمة نلتجي للحماية والملجأ يلي هو المسيح بحياتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر